أحد أبطال والمشاركين وجنوط حرب أكتوبر بعد الفاصل الحالي سوف نسلم أعلامنا مرتفعة هاماتها عزيزة صواريخ في سجلات نصر أكتوبر المجيد أحداث وشخصيات بذل العطاء فاستحقوا الثناء تقديراً لما قدموه من أجل عزة وقرامة الوطن وفي تلك السجلات تصطع أسماء ورموز يتلألأ ذكراها في السطور والكلمات المشير أحمد اسماعيل علي ولد المشير أحمد اسماعيل في الرابع عشر من أكتوبر عام 1917 وتخرج في الكلية الحربية ضابطاً بسلاح المشاة في الأول من يوليو عام 1938 قد سرية مشاف حرب فلسطين عام 1948 وقد اللواء الثالث المشاف القنطرة شرق أثناء حرب 1956 تولى مهمة استلامبور سعيد بعد الانسحاب البريطاني منها في ديسمبر عام 1956 تولى قيادة فرقة مشاء أثناء خدمته بشبه جزيرة سينا وحصل على إجازة زمالة أكاديمية فرنز العسكرية الصوفيتية عام 1958 عين قائداً لقوات الجبهة الشرقية عقب حرب يونيو عام 1967 وتم تكليفه باستعادة الكفاءة القتالية للقوات المصرية وبناء الدفاعات غرب القناة وعين رئيساً لهيئة العمليات عام 1969 تولى رئاسة أركان حرب القوات المسلحة عقب استشهاد الفريق عبد المنعم رياض في مارس عام 1969 واختاره الرئيس السادات ليرأس جهاز المخابرات العامة في الخامس عشر من مايو عام 1971 وعين وزيراً للحربية في السادس والعشرين من أكتوبر عام 1972 أشرف على التخطيط لحرب أكتوبر وحقق التعاون الكامل مع القوات السورية لشن الحرب على جبهتين في وقت واحد أدار الحرب بكامل مراحلها في السادس من أكتوبر وحتى وقف إطلاق النار في الثامن والعشرين من أكتوبر عام 1973 قصل على وسام نجمة الشرف العسكرية عن دوره الفذ في قيادة جيش مصر نحو تحقيق المعجزة إن الواجب يقتضينا أن نسجل من هنا وباسم هذا الشعب وباسم هذه الأمة ثقتنا المطلقة في قواتنا المسلحة ثقتنا في قيادتها التي خططت تعاهد الله والوطن أن نبدل ونضحي إلى غاية المدى حتى نحقق الهدف ورحل المشير البطل أحمد اسماعيل علي في الخامس والعشرين من ديسمبر عام 1974 فقلده التاريخ العسكري كرمز من رموز مصر العظام وأحد أهم القادة العسكريين في القرن العشرين يعني البطل اللي ساب لك تاريخ بتعيش عليك شكراً لكم شكراً لكم اشتركوا في القناة